السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم يا أهل ودي وجميع من يستمع اللهم صلي على سيدنا محمد اليوم عندما كنت أنا في المستشفى ما زلت عندما كنت أعمل في المستشفى اليوم بالصدفة طبعا ما في شيء اسمه صدفة لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن أشاهد مقطع فيديو أو عنوان مقطع فيديو وهو زيت الكاز علاج للسرطان وهو يشفي كل الأمراض يجب أن تشاهد هذا الفيديو العظيم الأخ الذي صاحبه القناة عنده أكثر من 300 ألف متابع وهذا الفيديو صار له خمسة أيام صار فوق 70 ألف مشاهدي والتعليقات اللي بتشوفوها تحت مكتوبة يعني مخيفة للغاية بالنسبة كيف تقديس لهذا الشخص وتعظيم له أنا ليش عم بحكي على أخ أنا ما كنت لأتدخل وأتكلم عنه لو لا أنه لم يتعرض إلى أحباب المساكين أنا قلت لكم بس واحد يتعرض للمساكين فأنا سأقف له بالمرصاد وهؤلاء المرضى ومرضى السرطان من أكثر الناس مساكين يعني ما ساكين الله يعافيهم يا رب ويشفيهم فأنا بيجي للشخص هذا اللي معه سرطان بلحظة ضعف بقول له والله أنا بعالج لك السرطان أعطيه أمل كاذب أنه يعالج له السرطان بالزيت الكاز هذا لا يجوز الله يا أخي إذا سمعت الفيديو الله سوف يحاسبك يوم القيامة على هذا العمل أن كل قول تلفظه مسجل عليك يعني يا أخي أولا أنت لست طبيب ثانيا معلوماتك يعني تقول استمديتها من هنا ومن هنا لكن فيها خطأ كبير وهذا الخطأ ممكن يكون يعني فاجع لبعض الناس الكيروسين هذا يا أخي الكريم هذا الكيروسين معروف يطلعوا من النفط لما بيرفعوا حراب بتقطير النفط فوق حراب 250 بيطلع هذا الكيروسين الكيروسين إلو اسماء كثيرة ببلاد الشام بيقول له زيت الكاز بفلسطين كاز بمصر بيقول له السولار أو الغاز بأوروبا بيقول له بسويد بيقول له فوتوين بأمريكا بيقول له برافين أويل لا برافين أويل مو بأمريكا بأمريكا بيقول له كيروسين كيروسين نعم هلا الكيروسين هذا شريع سريع الاشتعال احنا كنا نستخدمه كتير بتتذكره يمكن هلا أهل سوريا بيستخموه حسن ما في كاربة بابورات بابور الكاز واللمبة تبع الكاز ريحته اللوكس هذا بيحطه في كاز كانوا اللوكس ريحته مادم عشأش براسي مرة طرينا نسافر على كان دينيا شتي وركبنا بتاكسي وكان في عرس عنا ونطلعنا على بقين ومعنى هذا هدية هذا اللي اسموه فيه كاز ونكب الكاز وأنا شميت ريحته طول الطريق ورأسي كان ينفجر يوميتا هلا الكاز ازا اخده الواحد ازا بالغلط شربه يعني ممكن يعني بيساوي عراض ليست يعني بيساوي شوية عراض عصبية بيدوخ الواحد نفسه بتلعي بيراجع يتقيق بس المشكلة وين الخطر بالكاز الكاز الخطر فيه انه ازا دخل على الرئتين ازا دخل على الرئتين ممكن يساوي بيسموه التهاب الرئة كيماوي وهو خطير جدا يعني يخرب الرئتين فيا اخي الكريم انت وقت يجي تقول الكاز بيقتل الفطريات والكاز مرة بتقول السرطان سببه والفطريات مرة بتقول الكاز بيعالج الاكزيمة لانه سبب الاكزيمة الفطريات الاكزيمة مو سببها الفطريات الاكزيمة معناتها كلمة التهاب جلب قد تنتج عن الفطريات اللي تصيب الجلب لكن الخطر وين كانوا زماني عالجوا الناس الامل اللي عالجوا بزيت الكاز لكن هذا خطر جدا ليش لانه زيت الكاز بتحطه على الجلد بيسحب حموض الدسمة من الجلد بيخرب بيأذي ودليل مباشرة ثانية يعني ما بده كتير حكي اي واحد منكن عنده اكزي ما يحط على ايده زيت كاز يشوف شو بيصير يصير اسوأ بمئة مرة انه مخرش شيء طبيعي يعني لما بده يطير بده يسحب المي معه والحمود الدسمة يجي بمصها طيب يا اخي يا اخي الغالي السرطان سوا مو الفطريات وانك تقول واحد ياخد كرسين لانه عنده فطريات وين عنده فطريات ببطنه يا اخي وين عنده فطريات شو الفطريات هاللي عنده هاللي عنده النقص والمناعة احيانا بيصير معه هدا التهاب المري والمعدة ب شو اسمه هادلون ايه الكانديدا اللي انتقلت عنا الكانديدا البكنس اي الفطور كانديدا قلبي كان بسبب نقص المناعة وبسبب مثلا نعطيه اصاد حيوي يضعف مناعته بس انك تقول لشخص انه انت ياخد كل يوم معلقة شاي عالصبح كاز ومعلقة شاي المساء ممكن تدخل على رئتين تخرب له رئتين تبعه منشان تقول له انه هدا بيعالي السرطان بناءا على واحد من البلقان كان عايش بالسويد عامل فيديو على الانترنت بيقول فيه انه هو طاب من سرطان البروستاتا بسبب انه كان يستعمل الكاز الكاز بيستخدموه كانوا من زمان صحيح يستخدموه يكن الناس تخبيص انا ويجنب بس ومعناته انه والله عندك اثباتات علمية بتحكيلي عن هلأ ادخلوا اي واحد منكم يدخل على الانترنت يورجيني دراسات العلمية التي تثبتها للكاز حكا عن دراسة اخي الدراسة في مليون دراسة بتجي واحد اذا كتكذب استعين بالاحصاء بدك تقيم هاي الدراسات هاي تشوف هل هي دراسات علمية حقيقية هل هي بنت لو يسموها ما هي هلأ الدراسات اللي احنا عنا بالطب من قيمها في الى افيدنس دي جري وان افيدنس دي جري تو افيدنس دي جري ثري حسب القوة الدراسة افهمتوش لو حتى تكون دراسة صحيح لدي تكون دبل بلايندد دبل بلايندد هذا بيعرف ما بيعرفوا شو عم ياخدوا واحد تعطيه الدواء واحد تعطيه بلاسيبو يعني وبعدين بتشوف انه بتقارن بناتهم بدون ما انت تعرف بدون ما الشخص يعرف لانه في كتير امور تتعالش بالبلاسيبو هلا انا بقل لك خود هالدواء هو مو دواء بس انت بجزء بالتأثير نفسي تطيب منه بس مو السرطان السرطان معجز رب العالمين تشفى فيا اخي الكريم صاويت لي زيت الكاز علاج لكل الامراض الله يرضى عليك والناس يا حرام متعلقوا والله يزيك الخير والله شو هذا اذا الواحد قال لك والله انا اخد زيت كاز وطبت من السرطان صار دا علاج للسرطان اتقي الله يا اخي اتقي الله وانتو ديروا باكن يا اخوتي والله يا انا ادخلوا اخي اذا كلامي انا ممسدقين ادخلوا هو اعمل لك ادخلوا على الانترنت ادخلوا على الانترنت واكتبوا وشوفوا الادلة فيا ادلة فيا ادلة انه هذا سام السام هو هو سميته مو كتير عالية لكنه سام بس انك تقول له والله تشرب نص لتر لا لحتى تسمى بدك شرب نص لتر نص لتر تشرب نص لتر زيت كاز يا زلمي اتقي الله يا زلمي اتقي الله شو التخبيص هذا الله يرضى عليك ارجع عن غيك وحرام هالناس هيتضحك عليها وتقول له حطيبوا من السرطان اذا اخذت زيت كاز صل له اكتر مئة سنة زيت كاز يستعمل لو انه كان طيب السرطان كان ما ماتت الناس كلها بالسرطان الله يهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته